في مناخات سياسية متقلبة وأوضاع أمنية متوترة شرقا وغربا زادت من قتامة المشهد وغابة الرؤية الواضحة لمستقبل البلاد برغم الجهود الأممية المتواصلة لحلحلة الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين يواصل مجلس النواب قراراته الفردية بعيدا عن التوافق المطلوب والمحدد في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية يحدد الاتفاق السياسي في مادته الخامسة عشرة تعيين المناصب السيادية المدنية في الدولة بشرط التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق غير أن قرار مجلس النواب بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وانتخاب محمد الشكر محافظا جديدا في نوفمبر الماضي أعاد خلط الأوراق وزاد من حدة الانقسام انقسام يتواصل وتتسع هوته مع كل خطوة يتخذها طرف من الأطراف ومع أداء محمد الشكر اليوم اليمين القانونية أمام مجلس النواب محافظا جديدا تتلاشى المطامح في توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وبينما كانت المساعة تتجه نحو توحيد المصرف وإنهاء الانقسام لتجاوز لازمة الاقتصادية وإيجاد حلول سريعة للمشاكل اليومية التي يعانيها المواطن من نقص في السيولة وانخفاض سعر الدينار الليبي مقابل العمولات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية يعود الخلاف إلى نقطة الصفر ويتعزز الانقسام خطوة مجلس النواب باتخاذ محافظ جديد للمصرف وأدائه اليمين القانونية اليوم قوبلت برفض من المجلس الأعلى للدولة واعتبر رئيسه عبد الرحمن السويحلي أداء الشكر اليمين القانونية أمام البرلمان خطوة فردية مصيرها الإخفاق واصفا أي جسم أو قرار أو إجراء خارج اتفاق الصخيرات بغير الشرعية ويتمسك سويحلي بما سماه التوافق والشراكة الكاملة بين المجلسين من أجل تطبيق بعض بنود الاتفاق ومنها التعينات على رأس المناصب السيادية المدنية عودة القرارات الفردية من مجلس النواب واختيار بعض بنود الاتفاق لتفعيلها والقيام على ضوئها بتعينات أحدية ليست إلا دليلا جديدا على إصرار البعض على توسيع هوة الانقسام رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج اعتبر أن أداء محمد الشكر اليمين القانونية هو استمرار في خرق اتفاق الصخيرات معتبرا هذا الانتخاب غير قابل للتنفيذ وسيسهم في زيادة الانقسام ولازمة الاقتصادية للبلاد مبينا أن المجلس سيكون له موقف حيالاء هذه التطورات من جانبه اعتبر عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن الإجراءات الإصلاحية تقع على سلم أولويات المحافظ الجديد وأنه تعهد بتوحيد المؤسسة المصرفية حال تمكنه من أداء مهامه محافظا جديدا للمصرف وفي ظل دعوات دولية وإقليمية إلى ضرورة التمسك بالاتفاق السياسي والمضي نحو إجراء انتخابات رياسية وتشريعية هذه السنة وفقا لخطة المبعوث الامامي غسان سلامة يبقى الوضع مراوحا لسياقات الخلافات والاختلاف ويدور في نفس الحلقة المفرغة وفيما يدفع البعض إلى ضرورة التسريع بإنها لازمة وتوحيد الجهود من أجل استكمال المصارى الانتقالي وإجراء الانتخابات لتوحيد المؤسسة المنقاسمة ومعالجة الأزمات يواصل مجلس النواب خطواته الأحادية ويناقش في جلسة غد تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي فيه وبحث إمكانية تعينات جديدة على رأس السلطة التنفيذية وفق المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي ووافق عليها المجلس سابقا إجراء آخر سيزيد من تعقيد المشهد وتعدد الأجسام السياسية والتنفيذية ويغرق البلاد في دوامة يصعب الخروج منها ولا غرابة أن نرى بعد أداء الشكر اليمين وبعد جلسة غد مصرفا مركزيا ثالثا وحكومة أخرى ومجلسا رئاسيا آخر لتنقلب القرارات من محاولات لحل الأزمة إلى مزيد انقسام المقسم ولتبقى التساؤلات تطرح عن حقيقة النوايا في مثل هذه الخطوات أهي مساع جدية صادقة لحل الأزمة وأعطاء نفس جديد للمؤسسات المنقسمة عن طريق أشخاص آخرين منتخبين أم هي مجرد خطوات لتشتيت التركيز على مقترح واحد والدفع نحو مزيد تعميق الأزمة كما يرى كثيرون ترجمة نانسي قنقر